السلام عليكم ورحمة الله وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة التي تتحدث عن الأميرة حياة أرسلان ومعلومات تكشف عنها لأول مرة وكانت حياة أرسلان قد ظهرت اليوم مع الإعلامي طوني وسوف تعرض الحلقة في تمام وتم عرض الحلقة بالفعل في تمام التساعة ونصف بتوقيت لبنان والجميع منذ أن بدأت الحلقة وهم يبحثون عن هذا الاسم وهي سياسية ونشطة في مجال حقوق الإنسان بلبنان ودعيمة للتمكين الابتصادي حقوق المرأة أسف ودعيمة للتمكين الابتصادي للمرأة والتمكين السياسي للمرأة هي تقف في صف المرأة اللبنانية علاوة على ذلك أنها دوجة الأمير فيصل أرسلان رحمه الله وهي صاحبة عقار في منطقة عالية ملاصق لعقار الأميرة مها أرسلان ابنة الأمير السابق طوفيق أرسلان شقيق الأمير فيصل وأعتبر من الشخصيات البارزة في المجال السياسي وتميل إلى قضايا المرأة ومعروفة أيضا على المستوى الإعلامي ويشار إلى أن آخر ظهور إعلامي للأميرة اللبنانية حياة أرسلان كان من خلال صدافتها ببرنامج سؤال محرج والذي يتم عرضه عبر فضائية صوت بيروت انترناشيلا من جانبه نشر الإعلامي توني خليفة من خلال حسابه الشخصي على تويتر معلقا شهدوا من فعال الأميرة السائرة حياة أرسلان واختبارات قسرت فيها الظهور في سؤال محرج معطوني خليفة هذا الأحد الساعة تسعة ونصف اليوم وهي زوجة الأمير فيصل أرسلان وهو سياسي لبناني تولى ضمام الأمور في عائلته السياسية بعد وفاة والده الأمير موجيد أرسلان في عام 1993 واعتزل العمل السياسي في عام 1989 وتولز عامة البيت الأرسلاني أخيها غير الشقيق الأمير طلال أرسلان وهو توفي في عام 2009 عن عمر 68 عاما وسوف نقدم حلق خاصة عنه وهو متزوج من حياة أرسلان وينتمي لعائلة سياسية حيث أن والده الأمير موجيد أرسلان والدته هي الأميرة لميس خالد شهاب ابنة الأمير خالد شهاب وهو متزوج من حياة شفيك وهاب التي تحصل على اللقب الأميرة حياة أرسلان ولديهما من الأبناء ديالة وعادل وعمر وغني وفي 14 شباط عام 2015 تم افتتاح متحف حمل اسم متحف الأمير فيصل في عالية الذي دم مقتنيات تاريخية وروحات من القرنين التاسع عشر والعشرين إضافة إلى السجل الأرسلاني الذي يعود لأكثر من 700 عام وأسلحة وفخريات من القرون الميلادية وأسلحة استعملت ضد أسرائيل أبها المعركة الملكية وكان قد اصدرت حياة أرسلان كتابا بعنوان فيصل مجيد أرسلان اعتنق الوطن مذهبا وذلك في قانون الثاني عام 2016 وبذلك قد قدمنا لكم نوزة سريعة عن حياة أرسلان وأعمالها وزوجها وبعض المعلومات الهامة عنها بمناسبة حضورها اليوم الإعلامي البارز تحياتي لكم